أعلنت السلطة الصحية في غزة إصابة طفل يبلغ عشرة أشهر بشلل الأطفال في قطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة أنه كان خاليا من هذا المرض منذ 25 عاما انضم الأمين العام للأمم المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيساف للمطالبة بهدنتين إنسانيتين من سبعة أيام يتسنى تلقيح أكثر من 640 ألف طفل دون العاشرة ضد شلل الأطفال وذلك بعد رصد الفيروس في مياه الصرف الصحية في القطاع لم يعد غريبا أن تسجل السلطات الصحية في غزة أول حالة إصابة بشلل الأطفال في القطاع بل الأكثر إذهاشا أن تكتشف حالة واحدة فقط لطفل عمره لا يزيد عن عشرة أشهر في مكان تم تفريغه عمدا من كل مقومات الحياة وتعبئته بكل مقومات الموت والدمار فما بين نقص الغذاء الذي وصل إلى حد التجويع وما يعقوبه من تدهور الوضع الصحي للمدنيين ونقص احتياجات النظافة الأساسية وعدم توفر خدمات الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين وعدم توفر مياه الشرب الآمنة كل هذا خلق بيئة حاضرة للعديد من الأمراض والأوبئة وأولها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المحزن أن وكالة الأونروا صارت لا تطمح إلا لهدنة ولو لمدة سبعة أيام للسماح بإجراء جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال وجددت مناشتتها للمجتمع الدولي ومنظمات الصحية الدولية سرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهماجي فورا على قطاع غزة والعمل على تهيئة الظروف الميدانية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه أما السلطات الصحية في غزة فقد وجهت نداء عاجلا لكافة المنظمات والهيئات الدولية بضرورة العمل الفوري لإعادة بناء أنظمة مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية والصلبة والعمل على إدخال الوقود لضخ المياه العذبة النقية والسماح غير المشروط لدخول الإمدادات الطبية والأدوية والمواد الخاصة التي تستعمل للنظافة الشخصية وأكدت السلطات أنها ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الأطفال تحت سن عشر سنوات حيث تم توفير مليون ومئتي ألف جرعة من تطعيم شر الأطفال من النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف هذا وما زال الفلسطينيون يقاومون جميع أشكال الحروب من القتل والترهيب والتشريد والتجويع واستعال من سد أذنيه عن سماع استغاثاتهم وتكالبت عليهم جميع الظروف ولكنهم على الرغم من كل هذا لا يزالون صامرين ولا غرابة فهم الشعب صاحب الأرض